إذن تدن هجمات الحوثيين على سفن الشحن من دخول عامها الثاني فيما تحوم الشكوك حول الأهداف الحقيقية للهجمات وما الذي حققته ففي حين يزعم الحوثيون أنها جبهة دعم وإسناد للفلسطينيين يقول مراقبون أن هجمات الحوثيين كانت بمثابة كارت ضغط إضافي لإيران ويؤكد محللون أن طهران استفادت من صعود الحوثيين كقوة إقليمية لتعزيز قدرات الردع لديها وكذلك قدرتها على فرض أعباء على خصومها كما مكنت هجمات الحوثيين مكنت إيران من تعطيل ثاني أهم الممرات المائية في باب المندب إلى جانب تهديدها لمضيق هرمز بهدف ابتزاز المجتمع الدولي وتتماشى هجمات الحوثيين على سفر الشحن مع السياسة الخارجية لإيران التي تقوم على مبدأ أساسي وهو تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لفارق القوة حققت الهجمات رغبة إيران في نقل المواجهة من مضيق هرمز إلى باب المندب وتحويل ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لبسط نفوذ الحرس الثوري في البحر الأحمر وتتعرض لأعنف هجوم تدميري من قبل إسرائيل في المقابل لم تؤثر هجمات الحوثيين على المشهد الإنساني في غزة ولم يسفر لاستهداف العشوائي للسفن التجارية عن دخول شاحنة غذاء واحدة إلى القطاع بل أدت هجمات الحوثيين إلى تأخير وصول شحنات تحتوي على مساعدات حيوية وجعلت من المكلف للغاية على وكالات الإغاثة الإنسانية العمل في وضع يواجه فيه الملايين في السودان خطر المجاعة في غضون ذلك ركزت وسائل أعلام الحوثيين على استعراض قوتها وقدرتها على إلحاق الضرر بإسرائيل من خلال إغلاق ميناء إيلات الذي يضم 120 موظفا بينما تؤكد الحقائق والأرقام أن الدول العربية وعلى رأسها اليمن ومصر هي أكبر المتضررين من هجمات الحوثيين